يجب التروي فهي بوجهة نظري أنا وإعتقادي أن أحيانا تكون سنين سمان وسنين عجاف تمر على جميع سواء الشعوب أو الأفراد أو الشركات فلأن نشاهد مثلا في شركات كانت أمورها جدا ممتازة ونزلت إلى أسفل وبعدين رجعت إلى أكثر ولكن أهم شيء الصبر والتحمل ومحاولة وجود المخارج التي لا تؤدي إلى زيادة الأعباء لا تؤدي إلى حل للأعباء يعني لا يزيد لا يسيل الواحد طاقية ويحط على طاقية ثانية وثالثة ورابعة لا يحاول أنه يجد المخرج لهذه حتى لا تتراكم عليه الأمور ونحن واجهتنا مصاعب كثيرة وواجهتنا أمور كثيرة ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى تحملنا هذه وستطعنا لم نصل هذا الشيء بسهولة إحنا يعني تقريبا أنا بالنسبة لتجربتي ما تقارب ثلاثين سنة ليست بسيطة وفي مجال كما ذكرت لكم مجال جديد مجال غير معروف في مجتمعنا اللي هو مجال السفر والسياحة لم يكن هناك رواد من صناعة السياحة كانوا كلبوهم الرواد ومسيطرين على السوق هم من غير السعوديين كذلك كانت الأسواق يعني كان البحرين مسيطرين على السوق السعودي كانوا لبنان مسيطرين على السوق السعودي كانوا اليونان مسيطرين على السوق السعودي بذلك الفترة يعني واجهنا صعاب كثيرة ولكن الحمد لله يعني بالعزم وبالاصرار وبالعمل الدؤوب والدراسة المتعنية يستطيع الإنسان أن يصل ويحقق الأهداف أنا بالحقيقة طولت عليكم وأرجو أن أكون إن شاء الله مفيد لكم وأنا أعتز وأشكر الأخوان في الغرفة التجارية على أن هم تحولي وعطوني الفرصة هذه وأعطوني أكثر من حقي أنا بالحقيقة هنا فأشكرهم شكرا جزيلا وأشكر لكم أخوة الحضور على استماعكم لي وعلى رحابة صدركم لي وأنا بالحقيقة أتشرف في أي سؤال بس أفضل أن يكون سؤال في موضوعنا يعني ما نخرج عن موضوعنا حتى نستطيع أن تكون الفائدة للجميع إن شاء الله شكرا شكرا لضيفنا الكريم والآن نبدأ بالأسئلة أحاول أختصر بعض الأسئلة كثيرة في سؤال الدكتور يقول هل لديكم حصايات عن متوسط صرف المسافر السعودي خارج المملكة على صرفه صرف المسافر السعودي نعم المتوسط نحن ناخذها متوسط نحن ناخذ ناخذ أرقام من هيئة الطيران المدني اللي غادروا المملكة وناخذ عندنا نحن في السياحة مثلا كم متوسط مثلا ياخذ نحن المتوسط هو 10 ألاف دولار إلى 12 ألاف دولار صرف الفرد السعودي في إجازته إذا سافر عدس الفرد السعودي ممكن يسافر أكثر من مرة المسافر ولكن نحن ناخذها كرحلة وحدة نعتبرها بين 10 ألاف دولار وهي على أساسها نصرحنا في الأرقام اللي نقول أن مصروف السياحة السعودية الخارجة 60 مليار بالسنة فنحن نجيبها تقريبا في هذه الطريقة نعم شكرا في سؤالي ما هي المجالات العملية والفرصة التجارية التي تقترحها في مجال الاستثمار السياحي والله شكرا هذا سؤال جيد هي كثيرة هي بالحقيقة الاستثمار السياحي عندي كثير فيه فيه الإيواء الإيواء السياحي عد كثير منها أنا مثلا ذكرتكم المخيمات مثلا مثلا تنظيم الرحلات السفاري لا يست متواجدة في المملكة العسف الشديد ليس هناك جهات تنظم الرحلات السفاري اللي هي الرحلات للصحراء لا ليس هناك أن أحد ينظم صناعات اللي المملكة العربية السعودية مشهورة فيها ليست متوفرة الآن دجانحنا مثلا وفود من خارج المملكة يعني أقول لكم يا في مرارة نشتري صناعات صينية نعطي لهم نقول لهم هذه سعودية ولكن هي لو كانت سعودية كانت أجدر وكانت أفضل يعني موجود عندك في مدن سعودية لو كان هناك شاب سعودي أنه يشتري هذه الحاجات ويسوقها خاصة أن هيئة العلية السياحة رخصت لعدة شركات سياحية لجلب سياح من خارج المملكة وبالحقيقة يعني نفتقر إلى مثل الحاجات هذه يعني نحن مثلا جانا وفد صيني جانا وفد صيني قبل فترة ومحترنا وش نعطي الصينيين نعطينا شيء مكتبنا عليه ميدن شاينة يعني ما لقينا شيء قلنا والله نروح نجيب لهم كتاب مصور في صور عن المملكة ربية السعودية قال شيء نعطيه مياه يعني هذا اللي قدرنا نعطيه مياه كهدية والمفروض نعطيه لهم حاجة يعني يعني الدلة مثل الدلة اللي احنا مشروعين فيها صناعة صينية مثلا كله يعني معظم الحاجات اللي جيت لقيتها وموجودنا عليهم ميدن شاينة فحتى سجادة صلاة تجدها ومحطنا عليها ميدن شاينة اللي نستخدمها فكثير من الحاجات من فرص للسعوديين اللي هي عملية الترجمة مرافقة الوفود يعني سمونا تورقايد وهي السياحة فتحت المجال للترخيص للدليل السياحي دليل السياحي هذا فيه فلوس كثيرة الدليل السياحي انه ياخذ اماكن معينة يجي ياخذ مجموعة معينة يزورهم وياخذ عليهم فلوس في الخارج المملكة ياخذ على الشخص تقريبا مئة ريال يعني اذا صار عنده خمسين شخص ادي خمسمائة ريال اجماعة يعني ما هي بسيطة هي هذا انه اخذ له كذا جروب باليوم يعني لو اخذ له جروبين باليوم يطلع لألف ريال في اليوم هو مبسوط رايح يوريهم محلات ويوريهم معارفة ويشرح لهم ويوريهم يعني بقولكم حاجة يعني تحزن بعض مرات نستعين في غير سعوديين في تور قايد لا ما نلقى سعوديين نضطر رح نجيب لنا هذا المرشد السياح الغير سعودي يشرح لهم على حسب ويش يبغى عدو يشرح لهم عن ديرته ويحسبون انه في بلدنا فيها اكثر من سأل نفس السؤال يقول هل لاسمكم الطيار سبب لاختياركم للسياحة والسفر لا انا قلت من اول الانسان مسير وليس مخير الحقيقة لم يكن هذا هي جت من الله سبحانه وتعالى يعني هذه يعني جت بالصدفة لم تجي لم أخطط لها يعني ولم أضعها في ذهني لكن ما ساهم الاسم بالانتشار لا ساهم الاسم ساهم ما في شك ساهم لأن هي جزء من النشاط اللي حنا نسوي ما في شك هذا نعم فيها اللي هي قصة شراء التسع طائرات هل ممكن نسمعها نحن بالحقيقة حصلنا يعني الحكومة المصرية مشكورة دعتنا للتصريح لنا في بعد تحولنا لشركة ومساهمة وجهنا دعوة أن نؤسس شركة في مصر وبعد تأسيسنا وحصلنا على الرخصة في مصر لا بد أن الشركة الطيران هذه تحصل على طائرات والحمد لله يعني عملنا سنتين وهي جاية من هي جاية الرخصة اللي في مصر أن ما صارنا نصيب بالرخصة في المملكة فاستفدنا حنا من الدراسات استفدنا من المفاوضات اللي سويناها كان من ضمن المفاوضات مع الإرباص ومع بوينغ وقررنا أن نروح مع الإرباص وشرينا تسع طائرات وكانت الحمد لله يعني يعني كانت خطوة رغم أنها كانت خطوة جريئة ولكن كانت خطوة عائدة استثمار للشركة لأن الطائرات الآن أصبح عليها طلب كبير وارتفعت الأسعار الآن إحنا أخذناها في السعر قبل ارتفاع الأسعار فكانت استثمار كذلك من استثمارات التي غير مخططينها وعادت بعائد على الشركة عندنا طلبات الحين الناس يشترون هذه المجرد بس يعني أننا دخلنا في القائمة يشترون السرع حقنا فهذا يعتبر استثمار وهذه قصتها أننا اخترنا الإيرباس الإيرباس اخترنا قصتها لما اخترنا بوينغ على أساس المطارات التي نطلع لمها موجود فيها الصيانة لهذا النوع من الطائرات من ضمن الأشياء التي استحواذكم على تستشركات في ممد كيف تحالفكم معهم والله أنا زي ما قد لكم أننا هم جينا نطلع الخارج المملكة نحن في مصر لم يستحوذنا نساء بس في المملكة نحن استحوذنا نحن في المجموعة قبل أن نتحول لشركة ومسائمة وجهنا دعوة العدد من الشركات السعودية من عجل أنهم يدخلون معنا وأنهم يحصلون على حصص بالشركة وأنهم يعني علشان يواجهون المستقبل المنافس اللي قادما لنا في بعض من الأخوان وافق على هذه الفكرة وفي بعض الأخوان لم يقبل هذه الفكرة فإحنا استحوذنا تقريبا في السوق السعودي على تقريبا خمس شركات من السوق السعودي واستحوذنا في الخارج مثلا في ماليزيا ماليزيا استحوذنا على شركة قائمة في ماليزيا استحوذنا على خمس سبعين في المئة. في أمريكا استحوذنا على شركة تقريبا 40% في دبي لا إنشاءنا شركتنا نستحوذ. في لبنان استحوذنا على شركة 75% وكذلك في الكويت اللي ذكرتكم 30% والكويت اللي عندهم شركات في دول خليج حوالي عندهم ثمان دول غير دول خليج. عندهم في سوريا وعندهم في الأردن وعندهم في دول خليج. فهذه استحوذنا حنا على تقريبا 30% منها. واستحوذنا على 30% من شركة جديدة الآن. تبدأ إن شاء الله رحلاتها في سبتمبر في اليمن. اسمها الطيران السعيدة. تمتلكها الخطوط السعودي والخطوط اليمنية 25% والبنك التنمية الإسلامي يمتلك 45% وحنا نمتلك 30%. شكرا. في سؤال يقول ما هي أسباب خسارة مكاتب السياحية في الوقت الحالي؟ إذا كانت تخسر. والله أنا أنا يعني في مكاتب تخسر وفي مكاتب تربح. أنا أعزها شخصيا للإدارة. الإدارة الإدارة التي تفهم عملها وتعرف مقومات العمل وتعرف تستطيع أن تحقق النجاح. ولكن الشركات التي ليست لها الإدارة الناجحة تتعرض. وأحيانا يكون سوء اختيار إدارة يؤدي إلى الفشل هذه فيها. أنا وجهة نظري أن الشركات التي خسرانها هي التي داخلها ليست صناعتها. يعني لا يعرفونها. يعني مسلمة إلى أشخاص وهم لا يعرفون طبيعة العمل. وهذا يؤدي بالأخير إلى الخسارة. نأخذ سؤال من القسم النسائي. تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحباً. مرحباً. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة